السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم كانت جزيرة العرب حبيبي في شرك وعبادة أصنام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم مكن الله له وأيده بجنده حتى حطم الأصنام ووحدوا الواحد العلام سبحانه وتعالى ولكن مع اقتراب الساعة في آخر الزمان وابتعاد الناس عن الدين وزهدهم في العلم هيعود فريق منهم إلى عبادة الأصنام مرة أخرى وده من علامات الساعة الصغرى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن ظهور الشرك في بعض قبائل الأمة المحمدية من علامات الساعة الصغرى ففي الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان يعني مش هتقوم الساعة لحد ما تلحق قبائل من أمة النبي على السلام بالمشركين وحتى تعبد بعض القبائل الأوثان وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة يعني حتى تتصابق نساء قبيل الدوس على صنمين يدعوا ذي الخلصة وذي الخلصة اسم لصنمين واحد منهم بيدعى ذي الخلصة وهو لقبيل الدوس والتاني لقبيل خثعم وغيرهم من العرب ولذلك حذرنا المولى عز وجل من الشرك وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الوقوع في الشرك قال تعالى إن الشرك لظلم أظيم نعم الشرك ظلم أظيم وقبيح جدا وظلم صارخ ليه لأنه وضع الشيء في غير موضعه لأن من سوى بين الخالق والمخلوق أو بين الإله وبين الصنم فهو إنسان أحمق غير عاقل لأن الله عز وجل هو الواحد الأحد المستحق لجميع أنواع العبادة سبحانه وتعالى وجل جلاله قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة لماذا؟ لأن من يعتقد بأروهية غير الله فلن يدخل الجنة أبدا لأن الجنة هي دار المؤمنين الموحدين بفضل الله سبحانه وتعالى ومأواه النار هذا الإنسان الذي يعتقد أن هناك إله من دون الله مصير نار جهنم عيازا بالله وما للظالمين من أنصار يعني لا ناصر لهم ولا منقذ لهم من عذاب الله عافان الله وإياكم من ذلك ورزقان الله وإياكم التوحيد الخالص بفضل الله سبحانه وتعالى قال الحبيب المصطفى سيد الموحدين واتصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري ومسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعخوك الوالدين فكان جالسا أو كان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت أي إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث اللي روا أيضا البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا والاجتناب ده يعني ابعد عن الشئ ده أشد البعد اجتنبوا السبع الموبقات يعني السبع المهلكات ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم الشرك بالله وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من بدل دينه فاقتلوه وقال كما عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم قال يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون يعني لن يدخل الجنة إلا أهل التوحيد والإيمان ففي هذا الحديث حبيبي اللي هو حديث أن عودة بعض القبائل لعبادة الأوثان في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تقوم الساعة يعني ده من علامات الساعة الصغرى حتى تضطرب أليات نساء دوس يعني يذهبن ويتزحمن في حرص شديد إلى صنم كان يعبك في الجاهلية اسمه ذو الخلصة أو ذو الخلصة أذو الخلصة تمام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرسل جرير ابن عبد الله رضي الله عنه وعن صحابة أجمعين فهدم ذلك الصنم وخربهم فبيخبر النبي عسلم أن الناس بأ في آخر الزمان سيعودون مرة أخرى إلى عبادة الأوثان وإلى الجاهلية فتسعى نساء قبيلة دوس إلى ذلك الصنم ويتزحمن حوله وده علامة من علامات الساعة لأن الناس مع مرور الوقت بيتخففوا من التمسك بالدين ولا حول ولا قوة إلا بالله قدوا باركوا بقى أعيز أوضح لكم نقطة مهمة إحنا دلوقتي في زمن فتن كثير من الناس تخففوا من الدين ويعني عيازا بالله ابتعدوا كثيرا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الفترة القادمة وأركز معاي في الكلام ده ستعود الأمة إلى ربها ثم يظهر المهدي عليه السلام يقود الأمة إلى كل نصر وإلى تمكين في الأرض بفضل الله ثم بعد ذلك تكون الملحمة الكبرى ثم يكون فتحة الكوستنطينية ثم تبدأ علامات الساعة الكبرى تبدأ بظهور المسيح الدجال ثم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام هنا بقى تستقيم الأرض كلها على التوحيد والإيمان لمدة سبع سنين وبعد وفاة سيدنا عيسى عليه السلام تعود الأمة مرة أخرى إلى عيازا بالله إلى البعد عن الدين وإلى عبادة الأصنام حتى تنصب الأوسان حول الكعبة وهو ده الزمن اللي النبي بيتكلم عنه صلى الله عليه وسلم يعني الكلام ده هيكون بعد ظهور على الأقل تلت علامات من علامات الساعة الكبرى اللي هي ظهور المسيح الدجال وانزول سيدنا عيسى وظهور يأجوج وما أجوج بعدهم مباشرة هيبقى فيه سبع سنين يعيشهم المؤمنون على التوحيد بعدها يعني أيازا بالله يعود الناس إلى الشرك مرة أخرى أو أكثر الناس مش كل الناس طبعا يعودوا إلى الشرك مرة أخرى وتنصب الأصنام حول الكعبة حتى يهدم الكعبة ذو السويقتين وهو رجل من الحبشة عافان الله إياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وجمعان الله إياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة